كما افتتح محافظ صلاح الدين مدرسة الخنسة الابتدائية الأولى في قضاء تكريت المؤلفة من 12 صفا لفك الازدواج في الدوامة وأكد المحافظ في حديثه للملاك التعليمي للمدرسة حرص حكومة المحافظة على بناء المزيد من المدارس لسد النقص الحاصل فيها ودعم للمسيرة التعليمية التي تنتظر الكثير مضيفا أن المحافظة تسعى إلى تحقيق قفزات جديدة في القطاع التربوي بتشهيد المزيد من المدارس بمواصفات فنية عالية تليق بأبنائها الطلبة ولتضمن حلولا نهائية لمشكلة الدوام المزدوج وضيق القاعات الدراسية نسبة للعداد المتزايد من الطلبة فيما يخص مركز المحافظة كان اهتمام استثنائي حيث وجه سيارته بإكمال المدارس اللي نسب إنجازها مرتفعة وبالفعل خلال الأسبوعين الماضين افتتحنا خمس مدارس في مركز محافظة صلاح الدين وهذه المدرسة السادسة مدرسة المتفوقات ومدرسة أخرى تنتظر الآن سيتم افتتح إن شاء الله قريبا هذا توجه العام فيما يخص القطاع التربوي لدينا أيضا مجموعة من المدارس أخرى نسب إنجازها مرتفعة في أطراف مركز المحافظة تداولنا مع سيد المحافظ خلال هذا اللقاء لأجل تمويلها من مشاريع المحافظة وأكمالها أيضا خدمة لطلبتنا العزاء والاستعداد للموسم الدراسي المقبل